بدأ عرض فيلم ملك الرمال للمخرج السوري نجدة أنزور في الصلاة السينمائية في سوريا بعد فشل الوساطات السعودية رفيعة للمستوى التي قادها علنا الأمير طلال بن عبد العزيز مع الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لمنع عرض الفيلم في سوريا باعتباره يشوه صورة مؤسس المملكة العربية السعودية الفيلم المثير للجدل أطلق أمس في دار الأوبرا في دمشق وسط حضور رسمي وأعلمي حاشد ورد نجدة أنزور على الأمير السعودي طالبا منه إقاف إرسال الدعم العسكري السعودي للأرهابيين في سوريا والتي تعتبر إهانة لكل السوريين قبل المطالبة بإقاف فيلم عن مؤسس السعودية هذه الظاهرة العجيبة التي تتفشى في العالم العربي أنا هاجسي البحث عن جزورها من أين أتت أعتقد أن بعد دراسة تمحيصية ودراسة عميقة لكل هذه الظواهر الغريبة على المجتمعات الإسلامية والعربية أتت من مكان واحد هو أشبه المستنقع لهذه الأفكار هو هذا الفكر الوهابي التكفيري الذي بدأ يغزو العالم وليس فقط سوريا سيف رفع من أجل الملك والسلطان فارتوت الرمال بالدم حتى اللي بيحملوا هوية سورية وطلعوا خارج سوريا هدولي عم يربوا في أحضان الرمال السوري الحقيقي هذا رده السوري الحقيقي هذا هو الرد تبعه فلاحنا نرفضهم حتى هدول هدول ما لهم جزء من المجتمع السوري ولا لهم جزء من هذا النسيج أيضا وأكد المخرج السوري نجدة أنزور أن فيلم ملك الرمال لم يكن لغايات ثأرية مع النظام السعودي وأنما يخاطب العقلاء في السعودية لكبح جماح من أسماهم الزعران والقتلة الذين يعبثون في المنطقة كلها وليس في سوريا فقط والهدف التصدي فنيا لظاهرة الإرهاب والبحث في تاريخ هذه الظاهرة وجذورها وأكد نجدة أنزور أنه لم يتلقى أي تمويل حكومي لإنتاج الفيلم وأنه علينا أن لا نخشى من تاريخنا بل ينبغي علينا محاكمة هذا التاريخ وأكد نجدة أنزور أن ما من شخصية لا يمكن تناولها في عمل فني وأن سبب حرص السعوديين على عدم عرض الفيلم هو رغبتهم في إخفاء عيوبهم واللافت أن محيط دار الأوبرا في دماشق شهد سقوط قضائف في محاولة لعرقلة عرض الفيلم وقد تسببت بأضرار مادية فقط ترجمة نانسي قنقر